متابعيني جميعا على قناة انفوتك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله حنتكلم عن استخدام موقعين يمكنوني ان انا اعمل شاد بوت يأديلي تسك معين وفي الخطة المجانية يعني مش هستخدم اي خطة مدفوعة على اساس لو انت في تسك بتعمله بشكل مكرر فيكون عندك الشاد بوت وطبعا للأسف هيكون لك اكسس لمتد على الشاد بوت ده ان هو ايضا في الخطة المجانية فمش هتقدر ان انت تأكسس عليه unlimited عشان اكون صريحة معك ولكن كون ان انت عندك شاد بوت جاهز بتستخدمه انت عامله بالكيفية اللي انت عايزها يعني انت اللي بتديله الانستراكشنز او الارشادات اللي انت عايزها في الحالة دي ممكن اعتقد ان هو يكون مفيد جدا لك اول موقع هستخدمه هو موقع open AI هستخدم شاجي بي تي شاجي بي تي فور او ميني اللي هو المجاني علشان ابتدي ان انا انشئ الارشادات او الانستراكشنز اللي انا هعمل بيها الشاد بوت بتاعي علشان ما نبتديش من الاول انا هبتدي اوريك المثال اللي انا عملته انا هنا كنت عايزة اعمل شاد بوت الهدف من الشاد بوت ده وعلى حسب مجالي في التعليقات انا حاولت ان انا انفس حاجة عملية اطلبت مني في التعليقات الشاد بوت ده بيبتدي ان هو يسامرايز او يلخص البي دي اف في فايلز ملفات البي دي اف ويعيد كتابتها مرة تانية بنفس الوريجنال فورمات او التنصيق يعني يعني لو حاجات معينة محطوطة في هيئة بوليتس او نقط حيدهلك او حيدهلك بنفس النسق المكتوب بيه البي دي اف بشكل كبير وفي نفس الوقت حيترجمهلك للغة العربية فلما انت حتديله البي دي اف باللغة الانجليزية هو مش حيديك التلخيص باللغة الانجليزية لا هو حيدهلك على طول باللغة العربية ملخص ده لنا حورهلك النهاردة هنا انا قلتله اديني الانستراكشنز اللي بتكريات كاستم جي بي تي هنا حيبتدي اديني الانستراكشنز اللي انا حعمل بيها الكاستم جي بي تي بتاعي او الشاد بوت بتاعي طبعا زي ما انت شايف كده بيكون فيه بايثون كود انا مش عايزة الكلام ده انا حستعين بباو دوت كوم لعمل الشاد بوت فمش هحتاجي البي ثون كود هقوله اديني الانستراكشنز من غير البايثون كود هيديني الانستراكشنز من غير البايثون كود وبعدين حطب منه انه هو يلخصه لان باو دوت كوم الارشادات الخاصة بالشاد بوت بتكون محددة بعدد معين من الكاراكترز وفي الاخر خالص هبتدي اخد الامر ده واروح بيه لباو دوت كوم هنا الامر بيقول انت عندك بدي اف فايل بدي اف فايل ده اعمل سامرايز للكونتنت بتاعه مع المحافظة على الستراكشنز والفورماتينج قدر الامكان انكلودنج الحاجات اللي انا عايزيها طبعا هو صعب يديك الفونت طيب ولكن الهيدينج حيديك العنوين بعد عملية التلخيص ترجم لي المحتوى الذي تم تلخيصه الى اللغة العربية مع مراعاة ان يكون الترانزليشن او عملية الترجمة متمشة مع السامري او التلخيص اللي انت عملته الاول باللغة الانجليزية هنا الامر الاود بوت هيكون بوس حيديك التكست بالعربي وبالانجليش سايد باي سايد انا ممكن اطلب منه فقط بالعربي وده اللي انا هورهلكو دلوقتي فانا هاخد الامر ده كده كوبي هبتدي اخده كوبي ونبتدي نروح على باو دوت كوم علشان نشوف هنعمل بالامر ده ايه انا كنت شرفت موقع باو دوت كوم على القناة من قبل حطتلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو والنهاردة هنتقل الى جزئية فقط المتعلقة بكريايد بوت هنا هتدي اروح لكريايد بوت الموجودة في موقع باو دوت كوم وحتدي انشئ البوت او الشات بوت بتاعي في كزا نوع من انواع البوت او الانواع اللي احنا عارفينها في البرومت بوت ان انا اعمل شات بوت ادي له انستراكشنز ينفذها او اميج جنريشن من اسمه كده بيولد صور بالذكاء الاصطناعي او فيديو جنريشن ايضا رول بلاي بصة بان انا ادي تعريف لكاراكتر حاجة اسمها سيرفر بوت انا اكريايد بوت بيزد اون سيرفر انا اللي هجربه معاكم النهاردة بشكل عملي وهو البرومت بوت تقدر تعمل بقى اي حاجة من دول ممكن تعمل بوت يولد لك صورة او فيديو عن طريق ان انت تاخد الانستراكشنز اللي انت هتولدها بشات جي بي تي ممكن تقوله اعمل لي شات بوت بيولد لي صورة بالذكاء الاصطناعي باستخدام دال اي او باستخدام ممكن فلاكس ديف او باستخدام فلاكس شنال او اي موضل انت عايزه انا هنا هروح لي برومت بوت وحبتدي اسمي البوت بتاعي هنا هسميه شات ويز بي دي اف اوكي 24 مثلا هنا البيز بوت اللي انا هستخدمه يا ترى انت عايز تستخدم ايه هو البيز بوت عايز كلوت ولا عايز جي بي تي فور او ولا اي نوع البوت اللي انت عايز تستخدمه السياري هنا هيتمثل في ايه طبعا احنا كلنا نفسنا نختار افضل حاجة واحسن حاجة من وجهة نظرنا في عملية الاداء لكن انا عايز اختار حاجة ما يكونش فيها سبسكرايبر اكسس مش لازم اكون انا مشترك في الخطة المدفوعة داخل بوت دوت كوم علشان استخدمها في الحالة دي عايز اختار حاجة اوفيشيال فممكن هنا اختار مثلا جيميناي 1.5 برو على سبيل المثال طبعا اختار اللي انت عايزه نبديك مثال وهنا بروح احط الامر بتاعي هنا بس هغير حاجة بسيطة هقوله زي يوزر هذا pdf file التسكي بتاعك ان انت تلخص الكونتنت والكلام اللي احنا قلناه فيه جزء الاول من الفيديو وهنا انت زي ما قلتلك ملزم بعدد معين من الكاركتر يعني خد بالك من النقطة الزي هنا الاد نولوجي سورس لو انت عندك سورس معين او مصدر معين ريليفنت لحسب طبعا الامر اللي انت بتحطه هنا بتبتدي ان انت ترفعه اد نولوجي سورس هنا ممكن ترفع الملف اللي انت عايزه هنا بالنسبة للجريتينج ميسج هنا هتقوله ايه اي واحد هيخش عليه hi there how can i help you مثلا هنا فيه الجزء المتعلق بالبايو انا بقول للناس البود بتاعي ده عبارة عن ايه هقول summarize bdf files and translate it into Arabic وتعالوا بعد الجزء اللي انا كنت بقولكم عليه ان انا عايزة يخليه بس يترجم للعربي فهنا هقول ensure the translation maintain the same formatting as the summary please output only in Arabic انا عايزة ان يكون summary in Arabic as in the same format as the original زي بالضبط اللي موجود فيه الوريجنال فانا هنا قلتله انا عايزة اللي طالع يكون بالعربي فقط وبعد كده هبتدي ان انا هنا احدد لو انا عايزة ايه public ولا private انا هخليه public وحطلك الرابط الخاص بالشاتبوت لو حابب ان انتا تجربوه وهنا show prompt input profile انا حابة اللي يخشي شوف البرومت اللي انا استخدمته عشان انا حابة ان انتا تاخده لو انت عايز تاخد الامر ده تاخده وتضيف عليه او تعدل فيه تقدر ان انتا تعدل فيه تصورة قبل ما نعمل save او ننشئه عملت edit لي صورة بالمنظر ده كده حطيت صورة واسمه chat with pdf 24 وهبتدي هنا اقوله create put هيبتدي ينشئ لي chat put بتاعي المونتايزيشن للأسف مش موجود في دول كتير جدا من دول العربية للأسف ان انت تستفيد من عملية ان اللي يستخدم البود بتاعك انت تستفيد ماديا ودي ان شاء الله هنشرحها لما تكون متاحة في الكثير من الدول العربية هبتدي ان انا اشرحها بعد كده هعمل save وهنا ال chat put بتاعي خلاص تم انشاؤه وهنا كل message في ال view details انا سبت هو اللي يحطها 3000 points كل 175 point بتستهلك فيها message واحدة ولو انت زودت عن كده زودت عن 3000 دول هتبتدي ان انت تعمل subscribe علشان تستفيد من ال chat put بعض الناس هتقول لي ان انا اعمل ال chat put وكمان هو اللي يحطيلي حدود في التعامل معي او limitation هقولك بالطبع لان انت بتستخدم resources بتاعة والشخص اللي بيخش بيستخدم resources بتاعته ان شاء الله حطيلك الرابط الخاص به ال chat put ده في الوصفة اسفل الفيديو تعالوا مع بعض بقى ان احنا نشوف هنعمل ايه هنا هبتدي ان انا ارفع اي pdf عندي ممكن هنا اقوله summarize لو انا عايزة ودوس enter هنا بيقولي ان هو too long وبيزيد عن ال context ولكن هو هنا بيحاول ايضا ان هو يلخصه لي اعطاني مقدمة وحقائق وتحليل وتوصيات اعطاه لي وعطى لي التلخيص باللغة العربية وعطى لي كمان الاقتراحات لو انا عايزة اشياء مع ال pdf ما هي الخطوات التالية اللي يمكن ان تتخذها كيف يمكن لشركة بحيث ان انت ممكن تتفاعل مع ال pdf كمان مش بس ان هو يلخص لك ويترجم لك للغة العربية فهنا اصبح الشاتبوت ووظفته حاجتين وكمان translation into Arabic تقدر تعمل بقى اي حاجة انت عايزها وتغيرها في البرومت ده هخطي لك ان شاء الله رابط الخاص بيه زي ما قلتلك في الوصفة اسفل فيديو هنا انت هتستغل ال bow.com زي ما قلتلك في عمل بحيث ان انت كل مرة تستخدمه بدل ما تعد تعمل الموضوع ده كل مرة او تكتب الامر كل مرة انت كل اللي عليك ان انت هتخش على الشاتبوت بتاعك الموجود على bow.com انت ليك 3000 نقطة في اليوم وانا هنا اخترت جيميناي 1.5 لانه كان فيه اكسس من غير ما احتاج ان انا اعمل اشتراك في bow.com والطريقة دي ممكن ان انت تنفذها على اي تاسك انت عايز تعمله اتمنى تكون استفدتم من معلومة النهاردة واكون جاوبت على السؤال المكرر في التعليقات وهو الخاص بعمل شادبوت بشكل عام كان التاسك هو ترجمة بي دي اف والحصول على سامري بنفس الطريقة اللي كان عليها البي دي اف الاصلي وترجمتها الى لغة اخرى وكانت هنا هي اللغة العربية زي ما بقولكم في نهاية كل فيديو سبسكرايب القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم من تابعينا الاعزاء متنساش اللايك وشير وكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته